اهلا وسهلا بكم مشاهدين الاعزاء في تقرير جديد من ايكوتي جلوبال ماركتس نبتدأ هذا التقرير مع مطلع تعاملات هذا الاسبوع بالحديث عن مجموعة من البيانات التي سوف تأخذ مكانا خلال تعاملات هذا الاسبوع ولها تأثيراتها في الاسواق لكن قبل ذلك لا بد من الاشارة الى التوتر السياسي الكبير الذي يحدث في الولايات المتحدة الامريكية وايقالة كبير استراتيجيين البيت الابيض والذي يحسب على القوميين او اليمين القومي في الولايات المتحدة الامريكية نتيجة الأحداث الشغبة الأخيرة التي حدثت داخل الولايات المتحدة الأمريكية والإصابات التي كانت في المظاهرات لضد إخراج مجموعة من القوميين اليمين في البيت الأبيض وتم إقالة كبير اليمين القومي في البيت الأبيض وكبير الاستراتيجيين الذي كان له دور كبير في وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية باللعب على الأوتار المتعلقة بالقضايا القومية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتمييز الأمريكيين عن باقي الدول والسلاقون الكبير الذي كان مشهور به وهو تعود الولايات المتحدة الأمريكية عظيمة مجددا طبعا هذه هي النقاط الأساسية التي كان قد ساعد بها تم إقالته نتيجة الأحداث الأخيرة هناك تقلقلة كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت هذا التوتر الكبير يزداد أكثر وأكثر ما بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية طبعا يوم أمس كان هناك نوع من التدريبات المشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية ذلك أثر بشكل كبير على أداء الأسواق لتعاملات اليوم هناك زحف نحو الملاذات الآمنة الذهب الين الياباني وأيضا ضعف في الدولار الأمريكي أو في ارتفاع الدولار الأمريكي طبعا بناء على هذه الأحداث كان هناك نمو بعض الشيء في مؤشر الدولار الأمريكي من مستويات 93.3 إلى مستويات 93.4 تقريبا وذلك يعتبر نمو طفيف جدا بعد الضغط الكبير الذي كان خلال الأسبوع الماضي بالاتجاه الهابط ماذا ننتظر خلال تعاملات هذا الأسبوع؟ ننتظر أولا قراءات مؤشر PMI الأولية من المنطقة الأوروبية ومن دول أوروبا أو دول منطقة اليورو نتحدث عن ألمانيا فرنسا وأيضا عن اتحاد منطقة اليورو أو اليوروزون سوف يتصدر هذه الأرقام خلال تعاملات هذا الأسبوع يوم الأربعاء في حين ننتظر أيضا بيانات مهمة من المملكة المتحدة متمثلة بالنمو والناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني في القراءة الثانية وهذه القراءة مهمة جدا للتوقف على مدى صلابة الاقتصاد البريطاني في ظل عملية البريكزيت التوقعات بنمو بـ 13% وهي قراءة ضعيفة بعض الشيء وتدل وتعزز أن هناك ضعف في نمو الاقتصاد البريطاني أيضا ننتظر بيانات من الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة بسوق العقار أو سوق الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن بيانات المنازل الجديدة المنازل المبدوء بإنشائها وأيضا الأرقام تشير إلى نمو في عدد الوحدات المباعة وأيضا هناك التوقعات تشير إلى ذلك ولكن لا يزال هناك هذا الضغط على الاقتصاد الأمريكي وعلى بيانات الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي أهم الأحداث المنتظرة على الإطلاق خلال التعاملات هذا الأسبوع لأنه يحتوي على مجموعة من الأحاديث المهمة ندوة جاكسون هولز والتي يجتمع فيها بنوك المركزية حول العالم سوف تأخذ مكانها أو تنطلق هذه الندوة في مدينة كينسس يوم الخميس ومن المتوقع أن يكون لدينا حديث لجانت يالن رئيسة الاحتياط الفدرالي الأمريكي ماريو دراقي رئيس البنك المركزي الأوروبي أيضا لدينا كورودا هاريهيكو كورودا رئيس البنك المركزي الياباني كلهم سوف يقومون بإلقاء تصريحات هامة خلال هذا الاجتماع من المتوقع بشكل كبير أن يكون له تأثير على الأسواق في الوقت الحالي طبعا الأداء الحالي في الأسواق هناك توجه نحو الملاذات الآمنة الذهب الآن عند الـ 1287 دولار للأنصة إمكانية الوصول إلى 1300 دولار للأنصة واردة جدا خصوصا أنه تمكن من ملامسة هذه المستويات يوم الجمعة الماضي كذلك كان لدينا اليورو الذي يستمر في تقلب أداء عرضي في الوقت الحالي والموجة الحالية التي قد يسلكها اليورو قد تصل به إلى مستويات مهمة جدا عند الـ 18.40 كحد أقصى 1.18.40 هي الاستهدافات على زوج اليورو دولار أمريكي بينما جونيل استرليني فهو ضمن نطاق ضيق محصور ما بين مستويات 28 1.28.40 و 1.29.10 ننتظر بيانات النمو في ناتج المحل الإجمالي التي ستكون يوم الأربعاء سوف يكون لها تأثير كبير على أداء الباوند بخروجه من هذه القناة الضيقة أما بالاتجاه الصاعد يعني كسر مستويات الـ 29.10 والإغلاق فوق هذه المستويات بوضوح عندها نستهدف حوالي 100 إلى 150 نقطة بالاتجاه الصاعد أو بالاتجاه الهابط يعني كسر 28.40 إذا كانت القراءة مطابقة للتوقعات عند 13% نمو في أربع الثاني أو أدنى من المتوقع بلا شك سوف يكون عندي ضغط على الباوند والدفع نحو مستويات الـ 1.27 على المدى القصير إلى المتوسط هذا كل ما لدينا في تقرير اليوم أشكر لكم المتابعة نراكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم اشتركوا في القناة